اشتركوا في القناة نتكلم عن اللفظ باعتبار طريق دلالته على المراض منه بالنسبة لتقسيم الحنفية فهم يقسمون هذا الأمر إلى أربعة أقسام أولهم دلالة العبارة وهو الذي يدل على المعنى المقصود أصالة أو تبعا يعني المعنى الحرفي للنص كمثلا في الآية القرآنية التي تتحدث عن البيع والربا وحل الله البيع وحرم الربا فالشيء الأول الذي تدل عليه هذه الآية وهو التفرق بين البيع والربا ثم الشيء الثاني وهو التحريم الربا وإحلال البيع ثم الصنف الثاني وهو دلالة الإشارة هنا حيث يدل اللفظ على معنى غير مقصود من السياق لكنه يفهم بالتأمل كما في الآية القرآنية وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي أن الذي يفهم من هذه الآية أن الكسوة وأن الرزق الذي عليه حق التكفل بالأطفال بكسوتهم وإلى غير ذلك هو الأب ثم دلالة النص في دلالة النص هنا حيث يتعدى الحكم المنطوق به إلى المسكوت عنه لاشتراكهما في وصف يفهم منه عن طريق اللغة أنه هو علة الحكم وفيه قسمين القسم الأول وهو دلالة النص الأولوي سنأخذ الآية التي تتحدث عن الوالدين وضرورة احترامهما وعدم عذيتهم فهي في المعنى الصريح من الآية تدل على تحريم التأفف وعلته ما فيه من الأداء ولكنها تدل بدلالة النص على تحريم الضرب والشتم والحبس باعتباره أدى أكبر من التأفف ثم دلالة النص المساوي وفي هذا المثال سنتحدث عن يعني الآية التي تحرم أكل أموال اليتامة فهي تدل بلا عبارة على تحريم أكل أموال اليتامة وتدل كذلك دلالة النص على تحريم أحراق أموال اليتامة ويتلافها بأي وسيلة كانت ثم الصنف الأخير في تقسيم حنفية بهذا الخصوص دلالة الاختضاء يدل فيه اللفظ على مسكوت عنه يعني يتوقف صدق الكلام وسحته شرعا أو عقلا على تقديري يعني أننا نقوم بتقدير هذا الحكم كما في المثال في الآية القرآنية واسأل القرية يعني القرية لا تسأل يعني الأشدر يعني أننا نفهم ونقوم بتقدير يعني الغرض وهو وسأل أهل القرية ثم تقسيم الشافعية وهم يعني اعتمدوا منهجا يعني يعتمدوا على ارتباط الدلالة بصريح اللفظ ومحل النطق أو عدم ارتباطه به وعدم النطق قسموا هذا الأمر لدلالة المنطوق ودلالة المفهوم فدلالة المنطوق قاموا بتقسيمه إلى الصريح وغير الصريح فالصريح ما وضع اللفظ له يعني أنه أن اللفظ وضع له أصلا وفيه إفادة يعني أنه يفيد حكما مذكورا في الكلام أي أن اللفظ يفيد حكما مذكورا في الكلام يعني صريح ثم أن المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق به وفيه دلالة مطابقة ودلالة تضمين ثم الغير الصريح وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق من غير مطابقة أو تضمون عكس الصريح طبعا فيه ثلاثة أصناف دلالة الاقتضاء دلالة الاقتضاء كما في المثال إنما الأعمال بالنيات ثم دلالة الإشارة وهو دلالة اللفظ على لازم غير مقصود كما في المثال وحل لكم ليلة الصيام أرفته إلى نسائكم أي أن المقصود هنا أن أحل لكم ليلة الصيام أرفته إلى نسائكم يعني ونفهم من خلال هذه الآية كذلك كذلالة الإشارة نفهم أن يعني الإصباح جنبا يعني جائز وكذلك جواز صوم الجنب يعني هذه دلالة الإشارة أي أن يعني ذلالة اللفظ على لازم غير مقصود أنه غير مقصود في الكلام ولكن نفهمه من خلال يعني التأمل ثم دلالة الإيماء هو الذي يقترن مقصود المتكلم في اللفظ بوصف يدل على أن وعلة الحكم كمثلا الصارق والمختلس في الآية والصارق والصارقة فقطعوا عيدية ثم بالنسبة لذلالة الإيماء كما قلنا وذلالة المفهوم يعني الصنفة الثانية من تقسيم الشافعية لهذا الأمر وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وفيه قسمين كذلك مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة مفهوم الموافقة هو عندما يكون المسكوت عنه موافقة لحكم المنطق وهنا تدل يعني بالمنطق يعني تدل اللفظ بالمنطق على شيء وبالمفهوم على شيء أكبر كما في المثال ولا تقل لهما أفين فهي تدل بالمنطق يعني على تحريم التأفف ولكنها تدل بالمفهوم على شيء أكبر هو عدم آديتهم أو يعني الحاق الضرر بهم ثم المسكوت عنه يكون مساويا للمنطق في الحكم كما في المثال لا تأكل أموال اليتامة فهنا يعني الشيء الذي المنطق وهو يعني تحريم أكل أموال اليتامة ولكن المسكوت عنه وهو يكون يعني مساويا للمنطق وهو عدم إتلاف أموال اليتامة أو يحرقها أو إلى غير ذلك يعني من الأضرار ثم مفهوم المخالفة كالصنف أخير وهو عندما يكون المسكوت عنه مخالفا لحكم المنطق وفي هذا الصنف هناك يعني قسموه إلى ستة أقسام مفهوم الصفة الصفة يعني دلالة اللفظ المقيد بصفة على نقيض هذا الحكم للمسكوت الذي انتفى عنه ذلك الوصف يعني كما في مثال أو في الحديث النبوي يعني السائمة والمعلوفة ثم الصنفة الثانية وهو الحصر فالحصر انتقاء الحكم المحصور عن غير ما حسر فيه وتبوت نقيضه له كما في المثال إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات يعني أن الشيء يعني الأعمال محصورة في النية يعني من الضروري وجود النية لكي يعني يقبل العمل ثم الصنفة الثالث وهو الشرط هنا دلالة اللفظ المعلق فيه حكم على شرط ما ثم الغاية يعني اللفظ يدل على حكم مقيد بغاية على تبوت نقيض الحكم بعد هذه الغاية كما في الصيام إلى الليل مثلا يعني أن الصائم يعني من حقه أن يأكل إلى غاية يعني إلى غاية الفجر وهنا يجب عليه أن يمسك ومن الفجر كذلك إلى غاية ويتم الصيام إلى الليل فعندما تنتهي الفترة يعني تنتهي الغاية هنا نقول بأن يعني الحكم مقيد بغاية على تبوت نقيض الحكم بعد هذه الغاية عندما تنتهي هذه الغاية يتبوت نقيض هذا العمر ثم الصنف الخامس وهو اللقب وما يفهم من تخصيص الاسم المجرد بالحكم من نفي الحكم عما عاداه يعني كما في المثال لا تبع الدهب بالدهب إلا مثلا بمثال ثم العدد العدد هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بعدد مخصوص كما في الآية القرآنية مئة جلدة واجلدهم الزاني والزانية واجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة فهي هنا مقيدة بعدد مخصوص يعني عدد يعني مضبوط موسيقى 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 موسيقى